وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 254 قضية تموينية بمضبطات نحو 64 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 12 طن كما تم ضبط 47 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 5 أطنان دقيق مدعم وسكر تمويني كذلك تم ضبط 317 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 95 قضية خبز ناقص الوزن و69 قضية خبز غير مطابق للمواصفات